بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بكم متابعي حديث الروح الإنسان خلق في الكون قلنا للعبادة أيضاً ومن العبادة عمارة الكون ومن العبادة تسكية النفس ولكن سأقول لك أمراً حتى تعلم فضل الله عليك قبل أن أجيب عن سؤال السؤال ما هو يقول هل ابتلاء سببه الذنوب وكثرة ذنوب أقول مقدمة الأصل أنك خلقت للعبادة هل أنت تعبد الله في كل وقت وكل لحظة أبداً الإنسان يفعل المباح ويلهو ويتنزه ويأكل ويشرب ويمرح ويجلس مع زوجته وأولادي ومع أصدقائي ويذهب إلى عملي أقول له هذا إذن أنت لم توفي بالعبادة التي وردت في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم توفي العبادة في كل لحظات حياتك مع أن الله عز وجل له فضل عليك في كل لحظات حياتك بل قبل إيجادك ليه لأنه كلما أخرجت نفساً من نفسك خرج في الزفير كأنك تموت إذا لم يدخل الشهيق إبقى إذا لم يدخل الشهيق وخرج الزفير مات الإنسان فإذا أدخل لك الشهيق فقد من عليك بالحياة مرة أخرى إذن هو يحييك ويميتك في كل لحظة لذلك سيد بن عطاء الله السكندري يقول ما من نفس تبديه إلا ولله عليك منة فيه نعمة هل شقرتها ولكن من رحمة الشريعة جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوج لا حقوق والبدل له حق والأولد والأهل لهم حق والعمل له حق ممكن ساعتها لا تكون في عبادة أو في أمر مباح ولكن ليس في كل الوقت ترجع إلى الله عز وجل هذه المقدمة أقولها حتى تعلم أنه لا يتعنت معك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الشكر والإيمان أشكر فإن فعلت ذلك جبر الله لك ما فاتك في أوقات حياتك لذلك الإنسان يسأل الابتلاء يأتي الإنسان الابتلاء هل هذا الابتلاء سببه الذنب يعني إيه الابتلاء يعني جاء أمر على غير مرادك لا تحبه فتقول لعله بسبب ذنب أنا أريد أن أرسخ قاعدة عند حضاراتكم خذوها وعملوا بها وهي إذا أذنبت وبعد ذلك تبت إياك أن تتذكر ذلك الذنب يبقى لو أذنبت وتبت طبا وصحا ندمت ومشا لا أفعل الذنب مرة ثانية إياك أن ترجع إلى ذكر هذا الذنب مرة ثانية ليه؟ لأنك تبت إلى كريم ولكن ترجع إلى الذنب إذا لم تتب منه طيب هل هناك ابتلاء بسبب ذنوب؟ ممكن إن أحدكم لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق يبقى نازل من السماء وهو بيعمل المعصيه فالرزق نازل واسع وهو بيعمل المعصيه فالله عز وجل يأمر الملائكة ارفعوا هذا الرزق عن هذا العبد العاصي لأنه لم يتب إلي بعد معصيته إذن بعض الذنوب تأتي ممكن بالعقوبة البسيطة ولكن حتى العقوبة إنما يبتليك بها حتى ينقيك منها لتأتي يوم القيامة صفحة بيضاء وهذا هو المراد ولكن ليس كل ابتلاء بسبب ذنب وإلا تسدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ويقول في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليه؟ لأنه إذا ابتلاك يجدك لا ترجع إليه إلا عند الابتلاه لو تركك في بحبوحة من العيش ورغط ومناصب وأموال وعز وجه قد لا ترجع إليه انظر كم يحبك يبتليك حتى ترجع إليه فيكشف عنك البلاء ويزيدك من فضله ومن غطائه إذن الابتلاه قد يكون لرفع الدرجات تكفير سيئات ورفع درجات وبهذه الطريقة نقرأ ابتلاءات الأنبياء جميعا للترقيه والإنسان إذا نظر إلى هذا الأمر وابتلي فصبر ولا تظن أن الابتلاء إنما هو في المنع إنما قد يكون الابتلاء في العطاء يعني أعطق مالا أعطق صحة أعطاق جاها أعطاق أولادا هذا ابتلاء ليراك أتشكر أم لا إذن الابتلاء ليس فقط في الفقر أو العوز أو المرض أو النكد أو الهم لا وإنما الابتلاء في هذا وهذا المهم المراد في الاثنين نعمل إيه وبلوناهم بالحسنات الحياة الرغيدة والسيئات الشدة في كل شيء لعلهم يرجعون إذن تستطيع أن تحول ابتلاءك من شيء سيء بالنسبة لك إلى شيء حسن بالنسبة لك بالرجوع إلى ربك ساعة الابتلاء إن كان في ظاهره خيرا شكرته وإن كان في ظاهره شرا صبرت عليه ورضيت به أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته